أعتقد العمل التراكمي ما بين البلدان نتيجته نتائج مثمرة والعمل ما بين العراق وقطر تاريخيا هناك أسس رصينة ومرتكزات حقيقية قد تختلف عن العلاقات ما بين العراق وباقي البلدان الخليجية العلاقة ما بين العراق وقطر لها خصوصية وتتجلى هذه الخصوصية في بعض المواقف في بعض المسارات التي انتهجت من قبل العراق وقطر يعني مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللاعب الأساسي في المنطقة باعتقاد موقف العراق وموقف قطر حيال الجمهورية الإسلامية بصورة عامة لمواقفها ولموقعها وللتجاذبات كان متوازنا حتى في قضية البرنامج النووي كان هناك تقارب في وجهات النظر ما بين العراق وقطر حيال البرنامج النووي الإيراني وعلاقتهما مع الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على اليمن كان هناك تقارب في هذا المجال إلى حد كبير وحتى الحصار على قطر كانت هناك يعني عام 2017 موقف من العراق قد ميزة عن باقي المواقف بأن العراق فتح أجوائه وموانئه أمام قطر في حين قطر كانت تحت الحصار ورفض العراق الحصار وقرب وجهات النظر ما بين المنظومة الخليجية وما بين قطر بالتالي أثمرت هذه المواقف عن هناك لجان مشتركة عام 2018 وحتى الاتفاق على نقل البضائع من قبل الدول المحيطة بالعراق عبر الموانئ العراقية إلى قطر وحتى من بين تركيا وقطر عبر العراق فهذه اتفاقيات استراتيجية لابد لهذه اللجان أو هذه اللجنة أن تنعقد باستبرار نعم هناك توقف داما لسنوات منذ كورونا ولحد الآن لكن لا أعتقد الإطار العام والاتفاقات والنقاشات والحديث عن هذه اللجنة قد انقطع أبدا لكن كلجنة باعتماد هذه الزيارة سوف تسرق من عمل هذه اللجانة زيارة أمير دولة قطر هي ليست زيارة شكلية وفقط مجرد استكمال الاجتماعات سابقة هي تتم لزيادة في حجم العلاقات العراقية مع محيطه القليمي كما كانت هناك تتم لزيارات مع الإماراتيين ومع الأردنيين ومع حتى السعودين هناك تكثيف للتعاون هذه المرة مع المحيط الخليجي الذي عزف عنه العراق تذكر ذلك سابقة صحيح؟ يعني أتفق معك في جزء ولربما الأجزاء الأخرى يعني لي فيها رأي معين هذه الزيارة فيها عدة جوانب وأولا تنطلق من الأرث والعلاقة التاريخية ما بين البلدين وتنطلق من التوحيد أو المواقف الموحدة ما بين البلدين أزاء الأحداث والتجاذبات الإقليمية والدولية ثالثا في الجانب الاقتصادي والاستثماري هناك اتفاق مبدئي من خلال مذكرات التفاهم التي وقعت عام 2018 ومن ثم تجديدها باللجنة التنسيقية المشتركة التي فعلت في الاتفاق الثاني في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي هذه كلها منطلقات واتفاق أمر آخر السيد الأمير تميم بن حمد نظرته إلى العراق قد تختلف عن ما سبق من النظرة السابقة لأن العراق كان مر بتحديات خصويا بعد عام 2003 ومخاطر وفرص حتى عام 2017 عندما انتصر العراق على داعش بالنص قال الأمير تميم بن حمد قال نبارك إلى العرب بهذا الانتصار وهو الانتصار إلى كل العرب وفرحة دائمة إلى العراقين هذا أول موقف من أول رئيس عربي ينطق بهذا الكلام حيال الانتصار على داعش عام 2017 بعدها بهذه الزيارة يعني من الممكن أنه استشراف إلى المستقبل ما شكل المنطقة بعد خفض التصعيد وخفض التجاذبات الموجودة في المنطق خصويا في سوريا واليمن واللبنان والعراق والتقارب السعودي الإيراني هذه كلها ربما رؤية أخرى بين قطر والعراق سوف تناقش في هذه الزيارة أمر آخر انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية من الجانب الاقتصادي والجانب الدبلوماسي والسياسي قطعا هذه المنطقة حيوية وقطباها أبرز الأقطاب فيها هم العراق وقطر حتى نتجنب المنطقة التأثيرات والإعكاسات السلبية نتيجة هذه الحرب والاقتصاديا كي تكون العناصر المشتركة ما بين البلدان حتى تتغلب على المختلفات فهذه الزيارة سوف تطرح فيها هكذا عنوانات من شأنها أولا تعزيز العلاقة ثانيا فتح أفاق جديدة بالعلاقة ما بين الطرفين ثالثا تعزيز دور العراق المحوري والتنموي في المنطقة في ذات الوقت الأمر الآخر الجميع يدرك ومنها قطر بأن موقع العراق الاستراتيجي هو يحتل التسلسل 16 في العالم ويحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط بالتالي قطر لربما تريد حجز مقعد أولي في أن العراق سوف يأخذ بزمام الأمور أو مفاصل الاقتصاد في المنطقة لأن العراق هو ممر إلى خطوط الطاقة ومنتج للطاقة بالتالي قد العراق في المستقبل القريب يعني يتلاعب في أسعار الطاقة أو تكون لديه يعني رؤية في أسعار الطاقة وأن لدى العراق نية في زيادة حجمه من الإنتاج إلى قرابة 8 برميل يوميا بحلول 2027 هي خطة أيضا ستراتيجية يعني ممكن تنفيذها وربما تنظر إليها دولة قطر بجدية سأستكمل معك الحديث في هذه النقطة يعني هذا الشق سأستكمل مع جنابك أيضا لو سمعت لي هذا الشق هذا الشق الشق الثاني أنه الغاز يعني قطر متميزة ولديها إنتاج يعني يفوق باقي البلدان العراق في الجولة الخامسة من التراخيص والسادسة المزمع يعني عقدها هي تتركز حول الغاز فبالتالي المشترك المقبل اقتصاديا بين العراق وقطر في الطاقة في مجال الطاقة هو الغاز الذي سوف ينتج